اشتركوا في القناة ولها حمايتها ضد العنف القاعد يبقى في دولتنا تشات مرحبا هل الانتخابات للاستفتاء على الدستور أمس أديلة ولا ما أديلة في نهار هنا أمس يوم 17 ديسمبر سنة 2023 كل المواطنين والمواطنات مش مكان الفوت ليصوتوا ويعبروا الرأيهم في مكاتب الانتخابات وليصوتوا بنعم أو لا للاستفتاء على الدستور الجديد القدابتها السلطات الانتقالية التشادية وفي اليوم هنا الانتخابات على الدستور القادة أو الناس السياسيين أبوا ما ينشوا وينطوا رأيهم وقاعدين بلا تصويت وبلا ما يعبروا عن رأيهم الفريق هنا تشات انفو مرقوا لأموا مع بعض الناس وسألوهم في الموضوع ده وليه كلنا نعرفوا هل التشادين وافقوا ولا ما وافقوا هل يصوتوا ولا ما يصوتوا إليكم التقرير اليوم نشكروكو ونشكرو الشاب التشادي بكونا سوينا تلاتة عصابي أنا حملة انتخابية حملة انتخابية بين النعم واللا وشفنا بعد الناس مننا علينا قلنا نعم بشينا بالنعم و بعد مننا الناس ماشين باللا و بعد مننا الناس مرقوا قالوا لا ما يكون فوت أبدا التلاتة رأكل لكي مرقوا في الشارع ومرقوا في الميدان ونادوا الشاب التشادي بكونا يوم سباتاشر ده يمشي يصوتوا الناس النعم بقولوا صوتوا نعم الناس اللهم بقولوا صوتوا لا الناس بقولوا البروخ اللي يموت بقولوا نال ما بيصور دا كل شفنا لكن في تلاتة عصابي ولا زول داوس ولا زول حرج ولا زول كرابو ولا زول فجو ولا زول دقو يعني الشاب التشادي اللي بيخي خلاص يفي مستوهنا ديموقراطية الخلاص بيخي يعني انتو انباكنا الإيالة القمية ترتلقو جاهز وده نشكر الشاب التشادي بأسم الكواليسيوحنا الويدة نشكر الشاب التشادي لكن شفنا بعض الهاجات النقصين في النظام نحن نقول بعض البروخ اللي بيخالي بعض البروخ اللي بيخالي لا نستطيع البرجمات بعض البروخ الليست الالكتورال بعض الناس لم يتم تقولوا الكارت عن الوط وكل بشيش كذلك ساعة اشرة ساعة اشرة ساعة ادناشرة كثير من الناس قدروا صوتوا واليوم الشاب التشادي وصف بكونك الديمقراطية خلاص في الجادة ممقنة ومشيكي أنا نشكر ناس قالوا نعم ونشكر وصي ناس قالوا لا ونشكر ناس قالوا نال ما بو بوتي كله شان كلا أمنان كلا ما جاء مشكلة يا تقوله أما الهسابة وصوى خدمتها في متمر صحفي اليوم مليان بالحيوية والحماس عقد اليوم الثلاثة يوم تسعة عشر ديسمبر في ديزم أرندسما وفي مؤتمر دا التحد التأسيس التشادي أعلن للسياسيين والناس المعاهم لياتوا التصويت إليكم التقرير وهناك الكثير من المؤسسات السياسية الأخرى التي طالبت بنفس المطالب وقد رأيتم جميعا ورأى الرأي العام الداخلي والدولي جميعا ما حصل بالأمس عند الاستفتاء الدستوري الذي أجري تبين أنه تمت مقاطعة الاستفتاء الدستوري بشكل شبه كامل وقد سجلت الكثير من التجاوزات التي رآها الرأي العام الداخلي والخارجي وكذلك رصدها المراقبون هذه التجاوزات وغيرها هي التي تبين بأن الاستفتاء الدستوري الذي جرى جرى في أجواء غير جيدة ما دفع الشعب الشادي لفهم وإدراك حيسيات هذا الاستفتاء الدستوري الغير شرعي ولذلك فقد لبى نداء الشعب الشادي قد لبى نداء نداءنا الذي صدر من حزب الاتحاد من أجل إعادة بناء شاك بمقاطعة الاستفتاء الدستوري والذي كما قلنا بأنه قد سجلت فيه الكثير من التجاوزات التي رصدناها نحن شخصيا ورصدها الكثيرون من المراقبين بالإضافة إلى أن هناك الكثير من التزويرات التي حصلت نتاج هذا التحرك ولذلك فإننا نأتي اليوم لنشكر الشعب الشادي على تفهمه لهذا النداء الذي قدمناه في 24-11 بمقاطعة الاستفتاء الدستوري الذي هو ليس قانونيا ولا يشمل الكثير من الشعب الشادي نسمع البيان المقدم من المراقبون الدوليين التابعة لدول إفريقيا في الانتخابات على الاستفتاء على الدستور المراقبون الدوليون عن مجموعة دول إفريقيا المركزية مقتنئين جدا في وقت ملاحظتنا ومراقبتنا في التصويت لسفتاء الدستوري خاصة في اهترام الجدول ومختلف الأمليات الانتخابات الجادية من نهاية أخرى المراقبون الدوليين عن مجموعة دول إفريقيا المركزية لاحظوا إقناعهم في المساندة عند الاستفتاء الدستوري ومشى وكمل بأفه وسلام في البداية وفي النهاية هذا في ملاحظتنا عن الميدان في الانتخابات عن التصويت بعد التصويت على الاستفتاء على الدستور اللي كان بيجي فيهم 17 ديسمبر مديننا الميكرو لبعض من المواطنين والمواطنيات التشادين لنسمع رأيهم في التصويت على الاستفتاء على الدستور الانتخابات 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 كان الحمد لله ماشاء الحال عديل لان لكل انسان ولكل واجب لنمش يصويت والحمد لله التصويت كان عديل وأتمنى النتيجة تكون عديلة إن شاء الله إن شاء الله الله يساهل للمورك المهمة لأن الدوروب لتكون أمنة وسلامة والأزوال الشيطان الأخبار المختصرة والأساسية المقدمة من تلفزيون شهد إنفو مع الزميل محمد بدر الدين محمد في واحد قرار القانشالة اليوم 19 ديسمبر الوزير الأدالة وحقوق الإنسان محمد أحمد العبو كان وقف 29 غريفية لمدة ثلاثة شهر من خدمتهم الكار السلوم في مختلف المحاكم ومامش في بكاناتهم الخدمة وده أمطوهم مدة أسبو واحد ابتدا من التاريخ اليوم 19 ديسمبر لأن الإدارة هنت الموارد البشرية بتقول نزل لازم يجو برر أسباب قياب من الخدمة والرئيس الانتقالية نجر الجنرال عبد روان تياني أعلن يوم الأحد وحدة رسالة في الإزاءة بمناسبة الإيد الوطني إعلان الجمهورية نجر البعيد في يوم الاثنان دولة نجر في وقت قريب خلاص تجهز الاجتماع الوطني ودهل عشان يلقو التدريب الأديل في تسير الفترة الانتقالية الاجتماع ده بسو فوق استراتيجية البرنامج في الخدمة الأديلة انتال الفترة الانتقالية وده من أجل تأسيس الدولة النجرية وده من أجل تأسيس الدولة نجر ده الكلام الكن أعلنه الجنرال عبد روان تياني وأيضا زاد آضاف الهكومة الان نجر لأشان يكمل المهمة الكن يتمدوها في الأزبود والنهاية الانتقالية بشوفوها كلا شي ده على حسب المناسقية من أجل المواطنة حين تل وكيد تم عشان ده بقول الانتقال حتى بقى فوق بتعاون من قبل الدول الخارجية والإتهاد الأوروبي عشان ده وكيد تم بخبر رئيس الفترة الانتقالية محمد إدرس دي بيتنوم خلي يعرف الفشل هق وده بسبب أدم المشاركة بعض من المواطنين في الهوار الوطني الشامل مثل التجموات المجتمع المدني المختلف وكيد تم بتتمنى الآفة والسلام دائم للشاد والشامピوناة كرة القدم الإقليمي الأصب الجمينا خلاص سيبدأ في يوم 20 دسمبر 2023 ما نتا مبكر الافتتاح المباراة ببدأ بأيكيب ايغرون فوتبال كلوب ومأيكيب ستار جان تالان بجملة أداد 14 أكيب يشارك في الشامピوناة وأي أكيب يلعب 26 مباراة ما نتا 13 مباراة في الألي و13 مباراة الرئيس رابطة كرة القدم الإقليمي الأصب الجمينا السيد محمد الدولاي علياس أكد بكون النسخة في الوقت المهدد وده يجب تخيرات الأدلة في تنظيم الأدلة لبالبال في سنين الأربعة الجاي ولكن إلا بس في صوبات تواجه الرياضة اللائبين كرة القدم ما قد ينبغ الترين الأدلة لسؤ الأنترانيما ولا التدريب في مجال الرياضة لا تطوير أو يزيد البروتوكول الخاص عن العنف ضد المرأة أو العنف القاعد يبقى في مجتمعنا نظمة جمعية هي للدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام والناس المستضعفين أو الضعفاء بشكل خاص عشان ده الموضوع نظمة ورشة العمل اسمها بيليك تابع لحقوق المرأة والورشة دي سووها في يوم 19 ديسمبر في العاصمة التشادية أنجمينا والورشة هي للعمل دي قاعدين يتعاون مع وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة ومع التضامن الوطني التشادي إليكم التقرير مع الزميلة أشتا أحمد عبدالله الأنشطة تنصف في إطار المشروح عن الدام والوقاية والانسجام السريع في حالات الطوارئ عند علاقة بالعنف ضد النوع وقاسة الإيالة الدقاق والعوين في إقليم هنا هجر لميس وشاري الأوسط وفي مدينة جمينة على حسب اليونسيف الهوادي من الشركاء هنا الأنشطة بتقول التشادي ما قرر تنطي أمثلة أديله في المشكلة عن عنف ضد النوع الكلام دا أكدت المتخصصة في هماية الطفولة في اليونسيف بتجي دولين والهدف من الأنشطة دي لأشان يساعد وزارة المرأة وهماية الإيالة الدقاق والتضامن الوطني من أجل مهاربة العنف عشان دا المدير العام عن الترقية وهماية حقوق العوين نور قاماني حجت بالهدف وأهمية النشاطات لفيدة العوين والمبادرة تتعاون دي بيجت باتفاك المنظمة والمناديب الاجتماعين لأشان يوقفوا في مهاربة العنف ودال الاجتماع السابع القان قادم بيسو في الدوائر العاصمة عن جمينا وفي باقي الخليم عن جمينا في يوم 2 ديسمبر سنة 2023 الموقع هنا إيجليز القاعد في عن جمينا وتحديدا في ستة عن دسماء بعض من المواطنين سووا أو احتفلوا يوم السوق المعروف بمرشيد نويل وفي الاحتفال قدموا بعض من المنتجات وبعض من الألعاب هنا الأطفال أو العيال الدقاك تابعوا التفاصيل مع مريم يونس أحمد البكان هنا الكنيسة الكاتدرالية هنا انجمينا دعفته فوق السوق هنا والأجواء هنا الأفرح مشي قويسة مع الأطفال الدقاك ما فضل إلا أسبوع واحد لإيد المسيحين السوق نويل بساقو فوق كتير من الملابس الأطفال والأب وكتير من المعقولات وكذلك في نفس الوقت بكان السياحة والنزاها والسوق نويل السوق في عام 2021 وده بمبادرة الشباب لأشان يردوا ويشجؤوا ريادة العمال المسيحية وصلنا لأخر أخبارنا اليوم نشكرككم على حسن المتابعة تلفزيون تشاد انفو نتمنى عليكم السلامة والصحة والعافية في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر